وزير الرئيس السوداني النهاردة كان وصل حالته الى حال بغضب شديد جدا من تصريحات وزير الرئيس السوداني النهاردة قال اي ملء احاد الجانب لسد النهضة في يوليو القادم شهر سبع اللي جاي يشكل تهديدا مباشرا لامنين القومي ده مين وزير الرئي السوداني ردا على وزير الرئي الاثيوبي اي محاولة للملء المنفرد بيمثل تهديد لامن قوم السودان السودان اي ملء احادي لسد النهضة في يوليو تهديد مباشر لامن القوم السودان يقترح وساطة ده بقى الجديد في النهاردة في الخبر النهاردة السودان يقترح ويدعو الى وساطة امريكية اوروبية افريقية اممية في قرية سد النهضة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قلناها منذ زمن بعيد والدولة المصرية قالت ان الجانب الاثيوبي غير جاد وروحنا طلبنا وساطة امريكية مع البنك الدولي وكدنا ان ننجح بعد شهور 3 اربعة لكن اثيوبيا هربت رحنا الاتحاد الاوروبي لم تلتزم اثيوبيا رأه قالوا عايزين نعمل مفاوضات عبر الاتحاد الافريقي رحنا الاتحاد الافريقي سبعة اشهر في ضياع قوقيت وفقط من يكسب لوقتهم الجانب الاثيوبي النهاردة السودان مع نفس التوجه اللي كانت مصر بتنادي فيه وبيه من زمان ان احنا عايزين وساطة امريكية اوروبية اممية اممية يعني ايه اممية يعني الامم المتحدة اممية يعني الامم المتحدة مصر سبقت وقالت عايزين نروح مجلس الامن وروحنا مجلس الامن وعرضنا قضيتنا امام مجلس الامن الدولي فاكرين كلمة سامح شوكري وزير خارجية الكلمة الرائعة الجامعة الشاملة اللي كانت بتوضح وجهة نظر ميت مليون مصري وقال احنا ما نقدرش عندنا ميت مليون مصري عايشين فقط على المياه اللي بتجينا من نهر النيل لو نهر النيل توقفت المياه عن الجريان او قلت المياه هذا الشعب الميت مليون هين يذهب هيروح فين هنروح لاجئين اوروبا بقى ولا نعمل ايه ده الكلام اللي تقال واللي ما زلنا بنقوله بقول ان بقاء هذا الشعب بقاء مرتبط ارتباطا شرطيا ووجوديا بوجود نهر النيل يجري ونهر النيل يجري بما يجري فيه الان احنا بنصل الليل بالنهار من اجل وضع خطط بديلة لتعويض الفقد او الفاقد المتوقع من الملء في سنوات الملء والبخر وغيره من خلال تبطيل الطرع والقنوات من خلال تغيير انمطة وانظمة الرأي من خلال الاستغناء عن زراعات بعض الزراعات الشرحة للمياه من خلال استراض معظم استخدامنا من القنوة من الخارج لتوفير عجز المياه احنا دولة فقيرة في المياه احنا دولة شحيحة في المياه احنا دولة من الدول التي يغلب على مساحيتها اكتر من 90% منها ارض جافة قاحلة ما عنديش ارض ما عنديش مطر ما عنديش مجاري مائية الا نهر النيل نهر النيل بيجري بقاء الشعب المصري على قيد الحياة مرتبط بجرائل نهر النيل من يهدد الشعب المصري في بقاءه مسألة حياة او موت مش خط احمر ده خط اسود خط يعني قاتم انا بقول تاني ارجعوا لكلمة سامح شوكري وزير خارجية في الامم المتحدة ارجعوا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي امام البرلمان الاثيوبي ارجعوا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي امام الانتحاد الافريقي احنا دولة تنشد السلام تنشد التنمية لكل الدول الافريقية لكن لا دولة قوية لا تقبل ولن تقبل حدش يقدر محدش يقدر اقعوا تتخيلوا حد يقدر شعب المصري بقاءه بقاء الشعب نفسه بقاء الدولة بقاء الامة مرتبط بقاء النهر لازم الشعب الاسوب يعرف هذا الكلام واحنا عندنا الحمد لله يوم السبوع اللي فات السفارة المصرية في الولايات المتحدة الامريكية عملت لجنة استماع وكلمت عبر الكونفرنس في الكونجرس مع أضاء الكونجرس والنواب والمساعدين وغيره واعتقد في السويسرا برضو ابراهيم وفين صارت ابراهيم اعتقد السفارة المصرية في السويسرا عملت نفس المحكاة لنفس الموضوع بدأوا الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية خلينا كل السفارات تشتغل والاعلام يتحرك بوعي من غير ما نقعد بقى احنا مش بنتكلم عملين نتخارق مع بعض ونزعق لبعض لا الموضوع مش موضوع زعيق الموضوع مش موضوع ان احنا شغالين يعني صوت حالي واسيوبيا وولاد ستيف سبعين لا لا احنا عايزين نصل برأي مصر ونصل بنبض الشارع رأي مصر عند وزير خارجية رأي مصر النهائي عند رأس الدولة رئيس عبدالفتاح السيسي رأي مصر عند الاجهزة المعنية لكن نبض الشارع المصري نبض المجتمع المصري احنا نحمله كاعلام الدولة بتشتغل في مصار تفاوضي هذا المصار التفاوضي محتاج بي او جو احنا ملناش دعو به ده اطار رسمي واخنا لنا اللي بيطلع من الدولة بشكل رسمي نقوله لكن المجتمع المصري قلق والمجتمع المصري له حق ان يقلق احنا في الاعلام نعمل ايه بنوصل للعالم برا بنوصل لاخوتنا في اثيوبيا الشعب الاثيوبي احنا مش ضد التنمية عندكم على الاطلاق لسنا ضد التنمية الشعوب الاثيوبية وانما احنا مع تنميتكم مع التكامل لكن انا بقول للشعب الاثيوبي اخاطب الشعب الاثيوبي من القاهرة واقول نحن معكم في التنمية لكن دون ان يكون هناك ضرر لنا في حياتنا وفي بقاءنا وانتو فريسة لصراعات وفريسة لأكاذيب من البعض بيصلوا اليكم باخبار مزايفة على ان مصر ضد التنمية في اثيوبيا مصر ليست كذلك اقول للشعب الاثيوبي احنا صادقين فيما نقول لكم وانما بعض زعمائكم هم الذين يكذبون عليكم نحن لسنا اعداء للدولة الاثيوبية لسنا اعداء للشعب الاثيوبي وانما من يكذب على الشعب الاثيوبي بعض قادته يكذبون عليه يغيرون الحقائق يضعون مصر والسودان وسد النهضة شماعة لفشلهم الداخلي واحترابهم الداخلي اقول هذا للشعب الاثيوبي بوضوح شريد واترجم هذا الكلام باللغة الامهرية وهنشره واقول للشعب الاثيوبي الشعب المصري معكم في التنمية لكن الزعماء عندكم هم الذين يكذبون عليكم هم الذين يصورون لكم عكس الحقيقة اننا نكره اثيوبيا اننا ضد اثيوبيا اننا ضد التنمية في اثيوبيا نحن مع الجانب الاثيوبي